لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كما ترون هذه الفولتيات التي هي مكتوبة هنا جياني هو السالب ولدينا 12 بولت ناقص 12 بولت و 5 بولت و 3.3 بولت هذه الفولتيات التي استعملها في تجالبي ولكن عندما احتاج بولتيات اخرى مثلا مع ناقص 12 بولت استعمله مع 5 بولت يعتلي 17 بولت او ناقص 12 بولت مع 12 بولت تعطي لي 24 بولت و اثناء ناقص 12 بولت مع 3.3 بولت تعطي لي 15 بولت هذه الفولتيات عندما اريد ان استعملها نستعمل هذه الفولتيات محدودة والتي هي مكتوبة هنا على هذه باور سبلاي كيف استخدمت هذه الباور سبلاي من وحدة التقضيات الكمبيوتر لدينا الأسلاك كما نعرفوها سابقا الأورانج هذا يعطينا 3.3 بولت الأحمر يعطينا 5 بولت واللون الأصفر يعطينا 12 بولت واللون الأسود هو السالب ولدينا هذا الخط الأزرق وهناك من تجد لون الأبيض هو ناقص 12 بولت ناقص هنا لديه الأزرق ناقص 12 بولت أما الأخضر فهو يتصل مباشرة مع مع اللون الأسود لكي تعمل وحدة التقضية أو نستعمل لها قفل يعني لفتح وقلق قلق الدارة يعني نفتح مننا هذه القفلة نربطهم بزر معين عندما نشغل نشغل وحدة التقضية نشغلها ما بين الأخضر والأسود تشتغل الدارة إذا أردت أن أستعملها مباشرة نربطهم مع الأسود خط واحد من الأسود من الأسلك السوداء فقط وهنا نخرج سلك أسود وسلك أصفر وسلك أحمر وسلك برتغالي وسلك أزرق ونكتب الفولتيات كما هي موجودة هنا كما نرى هنا لدينا اللون الأسود والبرتغالي والأحمر والأسود ولقد ضعفت في اللون الأسود هناك من اللون الأسود في هذه اللوحة أو في هذه الوحدة التقضية يعطينا ناقص 12 ربط وهو هذا الأخير هو الذي يعطينا ناقص 12 ربط هذا باللون الأسود وهنا عندي في هذه اللوحة باللون الأزرق وتلك السالبة ضعفتها من أجل من أجل يعني عندما أحتاج اثنان أو ثلاثة من السلب هنا لدينا البلطيات كما ترون سوف نجربها أمامكم وأنا ستعمل الأبو متل سوف ترون البلطيات كيف تعمل ها هي الدي هنا الأسلاك هنا لاقص 12 بولت أعطيته باللون الأبيض ها هو اللون الأحمر 5 بولت أصفر 12 بولت هذا السالب وهذا البرتغالي هو 3.3 بولت سوف نجرب سوف نستعمل سوف نشربها من هنا ولهذا من التقاء الأسلاك في بعضها هاي اللون الأوضوع كما ترون الأضواء عندما يحدد سورة سوف تنطفيح ينطفئ الضوء سوف أستعمل شرط سوف أستعمل شرط ما بين السالب وأي شرط هاولا قد انطفعت اللامبة البيضاء هنا عند حجاز حدوث شرط أو يحدث ماص سوف تنطفئ وحدة التغذية سوف أعيد الكرة حتى تنطفئ اللامبة سوف تنطفئ هكذا لقد اشتغلت كما ترون يجب أن لا تلتغي مع بعضها وخصوصا السادب مع الموجة كما ترون هاية تعمل إذا أردت النقيس مثلا الموتية سوف أضع المنتر متر هنا وعطي مثلا في الموت العشرون هكذا سوف أقيس مثلا هل قد وقعت شرط مرة أخرى سوف أقيس الأصفر مع الأسود تجسد مع أردت على 7.3 وولت الأسود هل قد أقيس الأحمر والأحمر مع الأسود 5 وولت كما ترون. الإشارة السالبة هي دلالة على قلب المجسد فقط. هذه 5 وولت. سوف أستعمل ناقص 12 وولت هو اللون الأبيض مع اللون البرتغالي. يعني ناقص 12 وولت مع 3 وولت تعطيني 15 وولت. هذه أعطتني 15 وولت. سوف أستعمل المفروض يعطي 24 وولت. سوف أستعمل المجلس. أدية مشكلة في المنتيمتر. هنا من المفروض تعطيني 24 وولت. المفروض يعطي 24 وولت. ولكن في هذا الرنجي يعني لم تعمل المنتيمتر. سوف أستعمل. عند حدود 20 وولت. سوف أستعمل. الخمسة وولت مع 12 وولت. أعطيني 17 وولت. من المفروض 17 وولت. ها هي تقريبا 18 وولت. المنتيمتر ترونها كما لا تعمل هكذا. هي أظن أنها البطارية هي التي تقوم بعمل هذا المشكلة. كما ترون هذه وحدة التقضية وكيفية قياس الأسلاك واستعمالها في البطيات. ولدينا كذلك هذه كذلك من وحدة التقضية من جهاز الاستقبال. جهاز الاستقبال تجد تجد في باور سبلاي مثل هذه. هنا استعملت لها مقاومة متغيرة. يعني أنا أستعمل تغير في البولتيات. هنا لدينا كما ترون هي مكتوبة هنا. 19 وولت حتى 36 وولت. من 12 إلى 14. هنا 9 وولت ثابتة. وهنا من 3 إلى 6 وولت. هذه البولتيات يعني من 3 حتى إلى 36 وولت. من 3 وولت إلى 36 وولت. استعمل أي مجلس من هنا موجب. والسالب استعملته من هنا. أضع مجلسين هكذا. وأستعمل. إذا استعملت هذا مع هذا المجلس. سوف تكون البولتيات من 19 وولت إلى 36 وولت. مثلا أنا احتجت الفولت مثلا أريد 5 وولت. استعمل هنا مجلس هذا وهذا. وأغير من هنا. سوف تتغير من 3 إلى 6 وولت. عندما تكون 5 وولت. عندما نستعمل الخمسة وولت. سوف نستعمل. كيف نستعمل. المقاومة المتغيرة هذه. نستعملها. هذه لوحة. أي لوحة تقريبا تجبه. وحدة تقضية. وحدة تقضية الجهاز الاستقبال. لديه مثل هذا. لدينا هذا الأي سي. تي آل أو تي آل أربعمية وواحد وثلاثون. هذا الأي سي. هو يجبع ترنزيستور. مكتوب عليه تي آل ربعمية وواحد وثلاثون. متصل بمقاومتين. مقاومتين هنا. لديه هنا مقاومتين. زرقاء. مقاومة الأولى الزرقاء. والثانية كذلك. لونها زرقاء. هذه المقاومة. وهذه المقاومة. عندما نرى من هنا. هذا هو التي آل. هذا هو ترنزيستور. أو الـ IC. متصل بهذه المقاومة وهذه المقاومة. هذه المقاومة الأولى. وهذه المقاومة الثانية. هي في حدوث مقاومات. يعني من 2 كيلو كيلو أوم. إلى 5 كيلو أوم. نستطيع أن ننزع مثلا ننزع. هذه المقاومة الأولى. ونترك الأخرى. ونستعمل في مكانها المقاومة المتغيرة. المقاومة المتغيرة نربطها بالمجلس الأوسط وواحد من الأطراف. يعني مجلسين فقط نستعملهم الأوسط وواحد من الأطراف الأخرى. ونغير فيهم. وليل تكون تلك المقاومة 10 كيلو. المقاومة المتغيرة تكون 10 كيلو أو 15 كيلو. نضعها هنا في مكان هذه المقاومة عندما نغير في مقاومة هذه تلقائيا تغير في قيمة التي هي تذهب إلى هذا تيل 431 وسوف يغير في الفولتية عندما يتغير الفولتية يعطيها إلى أوتو كوبلر أوتو كوبلر راح يغير في المقاومات ويخرج لنا فولتية ما تبقاش وطيام مستقرة في 3.3 أو 5 أو هذه الطريقة التي استعملتها في هذه وهنا استعملت القابل هنا استعملته بالدهربة استعملت له المقبض هذا سوف أستخدمه وترون كيف استخدمته وأضفت له اللدت كذلك أضفت له اللدت ولا كما ترون أهمى اللدت لدينا اللدت ضبطهما لكي نعرف عند زيادة النقصان يعني يشتغل تشتغل في الثلاثة عندما تكون زيادة يعني تقوى الإضاءة عندما أشغلها ها هو اللون لاحما فقد مشتغل عندما أضفها كما ترون تشتغل ربما لا ترون هكذا عند زيادة وعند النقصان عند زيادة تشتغل اللامبات في الثلاث وعند النقصان تنقص تبقى اللامبة الحمراء فقط تشتغل ونستعمل المجلسين من هنا وترون سوف ترون تغير في الفلطيات لكل لكل مجلس من هذه المجلسات لديه الفلطيات الخاصة به هذه فقط وحدات التقضية التي نستطيع أن نستعمل في حياتنا اليومية وفي تجالبنا وهي سهلة وليست بصعبة يعني أرجو أن تستفيدوا من هذه المعلومة هذا ما الذي نقدمه لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله